اشتركوا في القناة احيانا قد تخطئ في تحديد عمر شخص ما بمجرد النظر اليها فقد تعطيه سنا اكبر من سنه الحقوقية او العكس لكن الان تستطيع تحديد عمر الانسان بصورة صحيحة من خلال التكنولوجيا التي انتجت برنامجا يسمى الطريق الخوارزمية لحساب عمر الانسان عن طريق الصور حيث يقوم البرنامج بتحديد ملامح الوجه في الصور ويحسب عمر الانسان على الفور وبمساعدة هذا التطبيق تستطيع تحديد سن اي شخص مهم بالنسبة لك فقد اختار صورة لا وقم بتطبيق البرنامج عليها ازالة حب الشباب والبقع من الصور يمكنك ازالة حب الشباب من صورك المفضلة بصورة تدريجية وذلك من خلال تطبيق يمكنك تنزيله على هاتفك المحمول حيث انه يقوم بازالة بثرات الوجه والنقاط السوداء من الصور بشكل سريع وبسهولة تامة كما يزيل البقع الناتج عن حب الشباب واثار الجروح من اي صورة لديك في ثواني معدودة كل ما عليك فعله هو عمل دائرة حول الشيء المراد ازالته من الصورة ثم اضغط على زر المسح وسيقوم التطبيق بالباقي لدرجة تجعلك لا تحتاج الى خبراء الفوتوشوب لتجميل صورك هذا التطبيق يمسح البقع الظاهرة في صورك بالكامل كما انه لا يترك اي اثر في الصور المعدلة لذلك هو افضل من اي وسائل اخرى تستخدمها لتعديل صورك الان يمكنك تعديل صورك قبل تحميلها على صفحات التواصل الاجتماعية لان الشيء الاساسي هو ازالة البقع والحبوب من صورك للابد ثالثا هذا التطبيق يلتقط النصوص من المصادر المطبوعة كالوثائق والكتب واللافتات والاعلانات ويقوم بترجمتهم لاكثر من 90 لغة فقط قم بتصوير النصوص المراد ترجمتها واضغط على كلمة ترجمة وسيتم ترجمتها على الفور ويمكنك ارسالها عبر الايميل ويوجد ميزة اخرى لهذا التطبيق وهو من الممكن اعادة ترجمة النصوص المترجمة لأكثر من 40 لغة وكذا نسخها في الحافظة ويمكنك حفظ بعض الجمل وتستطيع تعديلها في اي وقت ويمكنك اعادة كل النصوص الى ما كانت عليه من قبل بسهولة تامة رابعا تحويل الرسومات لصور واقعية يحول تطبيق بيكس الرسومات الى صور واشكال واقعية للاشخاص الخطوة الاولى تعلم كيفية عمل رسم تقططي للاشخاص وسيقوم البرنامج بتحويله لشكل حقوقية وسوف تحصل على صورة واقعية الى حد ما لانك سوف تجدها غير واضحة وقد بين المجال الخوارزمي ان هذا البرنامج كانسان لكنه نظام آلي خامسا الواتس اب هي خدمة جديدة للهواتف حيث يقوم بالتلاعب بصور الاشخاص وبمساعدة هذه الخدمة يمكنك بسهولة تحويل شكل شاب او فتاة الى شكل رجل كبير او امرأة وبعد تشغيل البرنامج ستحتاج الى التقاط بعض الصور وحفظها في ذاكرة الهاتف ثم اختيار واحدة منها ولكن من الضرورية عمل شكل بيضاوي حول احد رسوم التطبيق بعد تحميل الصورة لاضافة اي شكل من رموز المشاعر مثل الابتسامة فتستطيع ان تجعل الشخص مبتسما او حزينا او سعيدا او غير ذلك شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة